اللهم ارضى عنا وتولنا وارحمنا يا كريم حياكم الله معنا شكرا من جديد في محورنا الثاني وفيه سنواصل الحديث عن صور التكافل في الأعياد ولكن خلونا توقف مع بعض تهاني العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم وزاد من فضلكم لما بذلتموه من خير للمسلمين في شتى أنحاء العالم وخاصة لأخواننا في غزة مناسبة عيد الفطر المبارك حبها الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة والشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير الوالد والأم الأسلامية والعربية جميعا وكل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد الشيخ تركي الآن نحن كانت عندنا عبادة وهي أشهر رمضان المبارك وأيضا بعدها شيء نوع من نعمات تكافل وهي زكاة الفطر أيضا نجينا الحج وبعد ما انتهي الحج سبحان الله تأتي له ضحية وكأن سبحان الله بعد كل عبادة هناك نظر لها الفقراء نظرنا في أمر تكافلي بين الغني والفقير وهي زكاة الفطر وأيضا اللضحية نعم الغني والفقير كلاهما يشتركان في العبودية لله عز وجل وكلاهما قد قدم ما قدم من عبادة في طيلة هذه الأيام هذه المواسم الفاضلة فلا شك أنه يفرح بفضل الله عز وجل عليه بأن أتم عليه هذه العدة وأتم هذا الموسم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وكما قال تعالوا لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال علماء التكبير إنما هو إظهار للفرح بإتمام العدة ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم أي على هدايته لكم بأن أتم عليكم هذه العدة فتكبروا الله إظهارا لهذا الفرح فالعيد هو إظهار لهذا الفرح ولما كان هذا الغني والفقير قد اشترك في إحياء هذا الموسم كان يعني ينبغي أن يشترك كذلك في إظهار هذا الفرح ولذلك طلب من الغني أن يواسي الفقير وأن يرفع عنه فاقته على الأقل في هذا اليوم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وكذلك عند إظهار شعيرة الأضحية كذلك شرع للغني كذلك أن يتصدق بثلوة الأضحية على الفقراء حتى يشارك الغني الفقير ويواسي الغني الفقير ويظهر كل منهم فرحته بهذا اليوم والتكافل في أصل اللغة مأخوذ من الكفالة بمعنى أن يكفل أحد الرجلين هو الغني الآخر فيكفله فيما يغنيه عن السؤال في هذا اليوم ومادة التفاعل تدل على المشاركة يقال تقاتل إذا حصل الاقتتال من أثنين فكذلك تقول تكافل بمعنى حصل كل من الاثنين كفالة للآخر فالغني يواسي الفقير بماله وهذه الصدقة أيضا هي سبب لطهرة الغني من الشح والبخل وهذه الأخلاق الذميمة ولذا سميت الزكاة زكاة لماذا؟ لأنها أولا تزكي المال وتنميه ولأنها ثانية تطهر النفس وتزكيها تطهرها من الشح والبخل فسميت زكاة بهذا الباب فهذه القيم لا شك أنها تبرز في هذا اليوم تبرز أشد البروز في هذا اليوم ولعل مثل هذه القيم تكون دافعة للإنسان في الغالب إلى أن يلتفت إلى أقاربه وأرحامه فتجده في هذا اليوم يلتفت إليهم ويصلهم لأنه يعلم أن هذه الشعيرة إنما شرعت لأجل تحقيق هذا المعنى وهو التكافل يتذكر دائما قاربه والشريعة وكما قلت جعلت التكافل معنا قابلا للتطبيق وسهلا على كل أحد فالصلة تتحقق بالمواساة تتحقق بالسلام كما قال الفقهاء تتحقق بالزيارة وتتحقق كذلك بمواساة الفقير بالمال وكما قال الفقهاء أنه الصلة تحصل بحسب حال كل أحد فإن كان الموصول فقيرا فصلته تكون بالإنفاق عليه وإن كان وجيها كبير تكون صلته بزيارته والتودد إليه وإكباره وإجلاله وكذا كبير السن ونحو ذلك وإن كان غير ذلك تتحقق به السلام والزيارة ونحو هذا وتختلف كذلك هذه فرصة للإنسان كل واحد يبادر يبادر إما بجسده وابتسامته حتى الابتسامة صدقة اليوم ابتسامتك اليوم لي لحد من أقاربك سبحانه تكون لك صدقة فيها بجاهك بزيارتك ساعات لما تجي أنت وجاهها تجي لأحد تلقى يفرح بك أنها عطية وكانها غنيمة موجودة بوصول الله أنا أقول اليوم كل واحد مننا اليوم يقدر أنه يجعل الابتسامة لأهلها لأقارب الإجرانة يفعل فأجرى عظيم لكن العيدية أنا أتكلم فيها صحيح العيدية صحيح العيدية شيخ يانا نختلف لكن أيضا نسي شيء مثلا هذه نحن أيام أعياد وقد نكرر كلامنا مرة ومرتين لكن في الأعياد هذه المظاهر الموجودة والله شوف شيخ مع وجود زكاة الفطر إلا أن ما شاء الله يميز أعيادنا خاصة في قطر العيدية هذه العيدية نقول والله في بعضنا نقول لك هاي فرح حق العيال حق اليهال أيك يا أهل تعطي المكسومة أو تعطي كذا لكن ترى هي في نوع من التكافل لأن أنت أحيانا تعرف أنه والله اللي جايك فلان ولا ولد فلان ولا كذا وتعرف أنه ممكن تكون حاجة يعني تحسن أنه سبب منك سبب ممكن أنت تعطي حتى أزياد يعني أنت شوفه تعطي أزياد والثاني يعطي أزياد وبالتالي يعني المحصلته ودائما إن شاء الله نقول حق عيالنا إن شاء الله تحسن العيدية زينا إن شاء الله وتوفرون وأيضا تكون حصيلتكم يعني إن شاء الله فيها نوع من الغنايم لكن بعد أن أقول حق عيالنا اللي بيحسنون هالفلوس يعني آن عجبني موقف واحد من العيال أنه يعني يمع شوية فلوس من عنده وحطوهم على الجنب أقول ليش قال هاي بعطيهم حق لدريول قلت ليش تب تعطي محق قال هاي كله يودين يودين المدرسة يتعب معانا وكذا جميل يعني جميل هذا الفكر أيوه فيقول أحيانا نسمعه نسمعه يقول أنا بأطرش فلوس حق ماما بأطرش فلوس يعني حق عياله فيقول أكيد هذه محتايف فيقول أنا ما عندي فلوس إلى يوم العيد هذه بأعطيه إياه علشان نودي حق عيال العيال يتربوا على تربية ومعاني ورجوله يفعلونها الفعل لكن أنا أقول حتى الآن جزء لي كذا جزء لي كذا وأيضا ما يشترى في شيء يضرهم أو في نوع ينبغي أن يوجهون التوجيه الصحيح أن يجمع يعيال بعضهم يجمع الف بعضهم يجمع الف بعضهم الف بعضهم الف بعضهم تلاف بعضهم أكثر بعضهم أقل بعضهم يوصل عشرة بعضهم أمي حتى يعني نحن نطلب الآن من خلال عيدنا الدوحة أن يكون فيه تعزيز هذه القيام نشرها أيضا تكثيفها بشكل وآخر وإذا نوجه بنبارك قال كلمة إحنا صحيح أن اليوم عيد والناس تزاور وأمور لكن فيما ظاهر ودنا أيضا يكون لها نوع الظوابط اللي موجودة اللي فيها حتى حتى دورنا تكون فيها موجودة الشيخ محمد يعني أخي محمد أيضا نفس الشيء سعات الناس يقول لك والله زكاة الفطر لو عطيتها مثل ما قال الشيخ تركي أنها تغنيهم زكاة الفطر هي 15 ريال أو زكاة الفطر هي رز أنا أعتقد الآن مثل ما تفضلوا الأخوان إذا تحدثنا عن موضوع يعني العيدية موضوع الزكاة أعتقد أنه يعني هذه هذه الأمور طبعا أكيد فيها جانب ديني والمشايخ ذكروها ولكن أيضا أنا أعتقد أيضا فيها جانب مهم إذا نحنا نظرناها الجانب الاجتماعي يعني إذا أنت نظرت إلى بعض المجتمعات الأخرى التي لا توجد فيها هذه المسائل تجد الجريمة تجد مثلا السرقة تجد أمور كثيرة تفكك مثلا الأسري بشكل كبير لا تجد هذه الحميمية الموجودة ما لمسأ الآن في أيام العيد يعني هذه الالتفاف الأسري مع الجيران مع الأخوان بالتالي يعني بالتأكيد هذه الزكاة اللي ممكن البعض ينظر لها بينها مبلغ بسيط لها تأثير كبير في مسألة أنك أنت تجد المجتمع يعني ديننا يحاول أن يحافظ على مجتمعنا في عدة أمور بالتأكيد إضافة لأنك أنت أيضا يعني الحمد لله مثلا ما ذكرنا في البداية أنه في مجتمعنا في قطر قد لا تكون هناك هذه الحاجة بشكل كبير ولكن استمرارها مهم جدا في مسألة أنك أنت تنمي في هذه المجتمع أنه عمل الخير مردودة لك أنت أيضا كأجر وأيضا مردودة للمجتمع نفسه أنك أنت جميع من يكون موجود في المجتمع سواء كان يعني مواطن أو مقيم بالتأكيد بكل أثر ومردود في أو الله تفرح ساعات تحد يجيب لك هدية معينة صغيرة زين في البيت تفرح فيها أنا عندي واحد الأخوان يجيب لي بعض الأشياء عنده مزرعة ويجيب لي بعض الأشياء التي موجودة مزرعة أفرح فيها لأنه تذكرك طرح أنت الحمد لله في خير وفي نعمل لكن لما يذكرك حد ويجيب لك هدية معينة تفرح مجيتها أنا أقول بابدرحمن نفس سؤالي بس الشيخ بس عقب على كلمتك هذه شوي لأكثر فرحة اللي عندهم يعني في خصام اللي كانوا عندهم زعل فيما بينهم فقبل رمضان أو رمضان وأحسن مناسبة لما يدخل عليك واحد يمكن أنت مزعلة أنت أنت مزعلة يدخل عليك فرحة ترى يعني يمكن هم جربنا يعني تقول سبحان الله يعني مفروض أنا اللي أبادر تلقى مثلا ندش عليك سلام عليكم عليكم وسلام هو مع عياله سلموا على عمكم حبوا على رأسه كذا 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 ولا يتكلم معاك عن مشكلة ولا عن صغار كذا شلو نكشي أخبارك سبحان الله ويطلع يطلع من هنا أنت من شرح سأدرك في نفس الوقت محرج فلذلك فعلا شفناه عند الشباب اللي متزعلين دائماً من بعض ينتظرون لين العيد أنا أنا أقول والله ما أودنا أن نحن نوصل لها المرحلة لكن فعلا يعني أنا أقول لك يمكن أكثر الناس الفرحاً اللي متزعلين وللأسف الشديد إحنا في وقتنا هذا وزماننا هذا تلقى الولد زعلان على أبو ولا على أمه وقاطعهم فترة طويلة أو الأبو وزعلان على أيال إحنا نتكلم عن الأسرة فما بالك بين مثلاً أخ وأخو أو بين صديق وصديقة فلذلك يعني أحياناً والله إحنا كنا قاعدين مرة وداش علينا واحد عارفين أنا زعلان من فلان وهو الفلان اللي مزعلة أصلاً داش سلم علينا كلنا وسلم على فلان وكان بحرارة كذا وقال أشلونك يا فلان كذا وسامحني كان أنا زعلتك بشكل لا والله سامحني أنا اللي زعلتك أنت يعيني شي أحرشني قدام الناس خلاص من الإعلان لديك عندي لا والله عندك سبحان الله فتنحل هالمشاكل أنا من هذا المنبر ومن هذه الحلقة وفي هالأيام المبارك أنا أقول حق إخواني اللي دايماً مزعلين ولا متشحنين والله الديني ما تسوى الله سبحانه قال لا تسوى جانح بعوضة يعني فلذلك أنا أقول والله الديني ما تسوى ما ترزدنا أنا يعني أتزعل مع أخوي ولا مع أمي ولا مع أخار ولا مع صديقي نقتنم هذه الفرص أي فرصة عندك موجودة اليوم اقتنمها اليوم نكن في رمضان وراح رمضان بأيامه وليالية الجميلة واليوم نحن أيضاً في أيام عيد الواحد اليوم يبادر إذا كان في خاطر شي أو ساعاتها أنت مقصر في الشيخ تركي الآن ما زرته من زمان فالعيد لو جيته ما يستقرب لأحد من أهلك الآن وخاصة أنا أقول الأصول عمك أو عمك ما داش بيته من سنة أو من كذا أنا أقول فرصة أنك إدش لو جيته الآن أيام عيد ولو تكلم قال جاي أعيد عليك وأحبك عراسك فأنا أقول هذا البادرة اللي نحن نسوي لكن أنا أعيد سؤالي اللي سألته الناس ساعات تستسقر العطية أو التكافل اللي موجود والله أعطي 20 ريال أعطي 50 ريال يستسقرون بعض الأشياء التكافلية اللي موجودة طبعاً نحن من خلال تجرباتنا الشيخ أحمد وليهم الأخوان جميعاً فيما يتعلق بالقيمة الفعلية للمساعدة أو للزكاة أو لأي شيء هي قيمة تبقى يعني رمزية في هذا الجانب القيمة الأكثر حقيقة واللي صادفناها في عدد من المواطن داخل قطر وخارج قطر قضية أن الناس تفرح بوجودك أنت بصراتك أنت يعني بعض الناس اللي يجعون يقدمون على المساعدات مثلاً يقول يا أخي أنا يكفيني من الشباب يقول يا الواحد أنا يكفينيها البسامة فقط لغير فقضية ولا تحقرنا من المعروفة شيئاً يعني حتى ولو كان يعني تمرة النبي السلام قال يعني التقو النار ولو بشقي تمرة ولذلك المعاني في هذا الوقت وقت العياد هي قضية الزيار لما تجي بسيارتك وتروح مثلاً لهذا الفقير أو هذا المسكين وتعطيها الهدية في العيد في بيته وانت ما أخذ هالمشقة وهذه الخطوات تكتب لك وتصل للبيت الفقير وتدق الباب وتعطيها الشي شف وجه تأمل قسمات الوجه هذي اشتغل فيها هذه تسوي عند الله سبحانه على شيء كثير بس الجاية هذه لكن بعض الناس يجي السائق وده الفنان هذا أجرها مكتوب إن شاء الله لكن ما يحس الطعمها ما يحس طعم مثلما لما تجي تشوف فرحة الفقير ولا فرحة المسكينة العجوز كبيرة الأرملة وتقول الله يزي خير الله يعني كلمات هذه ترى تسوي عند الله سبحانه الله يراقب يعني ينظر في قلب كل إنسان مخلص في هذا الجانب وخطواته لن تعدم أجرها وانا أذكر سبحان الله أحد المحسنين معنا أحد الأخوان قال عندي هذا مبلغ ودو زين هذا البلاد ووزعوها فقال اش ودك تروح معانا قال أنا مشغول فأصررنا أن يروح معانا كان عنده مثلا عشر تلف ريال يوزحها وهي أطعام فيوم رحنا وياه وشاف الفقراء اللي موجودين قال عطوني بعد عشرة ثانية جيبوا مرة ثانية أنا أقول للإنسان لما يروح بنفسه ويشوف ويقدم سبحان الله ويجد هذه الأمور ويحس بالفقراء اللي موجودين وهو في خير وفي نعمة يستشعر بلذة وهذا شكل يحس بلذة لابد أطلع فاصل قصير وارجع لكم بعد شوي خلوكم معانا اللهم ارضى عنا وتولنا وارحمنا يا كريم